اشتركوا في القناة وراثي وهي تزاوج طيور الإخوة أو تزاوج من الأباء فينتج هذا العين وجود نقص حاد في الأملاح المعدنية للأباء والوراثة تنتقل إلى الصغار عدم الاهتمام بتقديم الفيطامينات وعظام السيبيا والخضروات تزاوج وتفرخ للجملة وعدم الراحة للأنت من أسباب مؤدية إلى ذلك الفاش ويكون بكثرة في فصل الصيف فهو يمتص ضم الطائر الصغير وجعله هزيل وعدم نمو ريجه إصابت بمرض القلش الفرنسي وهو مرض مع كامل أسف ليس لديه علاج وهو يسبب تساقط ريش زغاليل ولا ينمو مرة أخرى ويكون الطير هزيلا جدا وأي حركة عصبية للطائر يكسر الريش بمعنى أن الريش يكون معجز والحل إخواتي الكرام إعطاء الفيتامينات للطيور وعدم تزاوج الإخوة أو يعني التزاوج الصغار من الأذى أو إعطاء برنامج خاص لهم وترك الأنذى في فصل الصيف لكي ترتاح من الإنتاج وأي سؤال أنا في الخدمة في رعاية الله إذا أعجبك الفيديو لا تنسب تغطى على زر لايك وكومنت تحفيزي ولكي تتوصل بكل جديد اشترك الآن في رعاية الله شكرا